طبسات اللي هو حضرتك يعني خدمت في سينة كمقاتل ومرورا بمراحل كثيرة جدا وصولا إلى المنصب التنفيذي المنصب الخاص بمحافظ شامل سيناء شفت سينة ازاي خلال تحولتها كل هذه السنوات من معركة التحرير اللي بدأت بعد يعني 67 مباشرة في اليوم التالي للهزيمة مرورا بحرب الاستنزاف في اكتوبر ووصولا إلى عملية السلام شفت أهم التحولات ازاي وجه سينة تغير ازاي خلال السنوات الحضرتك كنت متواجد فيها على الأرض هو تسمح لي برضو بشكرك الحقيقة لهذه المدخلة المهمة قوي برضو نقطة مهمة للسادة المشاهدين سينة زي ما كنت ذكرت كده على أمار التاريخ كانت بتمثل ميدان القتال يعني في استراتيجية مصر كانت مصر تفكر دائما كيف يتم الدفاع عن مصر على أرض سينة فكان المنظور على أنها ميدان قتال لم يتغير يا محمد هذا المنظور إلا بعد عظمة ملحمة اكتوبر واللي عطت اللي عاده درس خلته هو يتوجه للسلام نتيجة الدرس اللي خده في حرب اكتوبر بعد السلام النظرة الاستراتيجية تجاه سينة تحولت بدل ما هي كانت ميدان للقتال أصبحت أرض الخير لمستقبل مصر ميدان التنمية هذا التحول التنمية والتعمير فبقول في الجزئية دي نتذكر بقى زي ما حضرتك قلت أنا تعيش قبل سبعة وستين محدش يتخيل معلش تسمح لي من أجيالكو كده يسألني كده قلتك كنتوا عايشين ازاي على أرض سينة في هذه المرحلة من الستينات مثلا لغاية عدوان سبعة وستين سبعة سنين تقريبا عايشت مظامهم على أرض سينة قوليلي حضرتك سأليني كده قوليلي كنت بتشربه بتشربه المية ازاي قبار مثلا القبار والقبار كان شكلها نسبة ملوحة عالية جدا في ذلك الوقت ما تقدرش تعمل كوباية شاية محمد خلاص لدرجة كان القطر كان فيه قطر سكة حديد ما بيمشي لغاية رفح وغزة كان بيخلوا في آخر القطار عربيتين فنتاص مية يجيبون لها مية من الإسماعيلية علشان تقدر تشرب كوباية الشاي قوليلي بقى انتوا كاقوات مصلحة كمان وجيش عندهم امكانيات غير المواطنين طيب كان فيه كهرباء كان فيه مولد في الكتيبة كده مولد كهرباء الشغل يدوب إيه ساعتين كان فيه طرق بنمشي في الصحراء يعني كان زميلنا يمكن بتتذكر كده قلتها في أحد اللقاءات برضو زميل الزباط اللي ظهر ماني في الرطبة كان يقولولي يا فاند من نفسنا ناكل لقمة خضرة ما فيه الزرة يعني بنبعد نجيب حتى الخضروات والفاكهة وبتاع من خط القناة ما فيه ده كان الحال في سينة لغاية ما حصل لعدوان الحقيقي العدوان أنا بقول الجانب المعادلين نجحوا في أنهم يستوروا على سينة في ست ايام موسيقى